قالت مصادر عسكرية من كوريا الديمقراطية إن الجيش سيرفع خطة ضرب جزيرة جوام إلى القائد العام للقوة النووية كيم جون أون في أواسط الشهر الجاري لإطلاق أربعة صواريخ متوسطة المدى قادرة على الوصول إلى مياه تبعد ثلاثين إلى أربعين كيلو متراً عن الجزيرة أصدر قائد القوى الاستراتيجية لجيش الشعب الكوريا الديمقراطي كيم لونغ شيان بياناً قال فيه أن جيش البلاد سيطلق أربع صواريخ متوسطة المدى على جزيرة جوام وستعبر هذه الصواريخ مجال الجوي الياباني وتصل إلى المياه المحيطة بالجزيرة مضيفاً أن الجيش سيرفع الخطة إلى قائد العام للقوة النووية كيم جون أون في أواسط الشهر الجاري وسيكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوره التالية كما أشار البيان أن جيش كوريا الديمقراطية وجه تحذيراً لولئات المتحدة ويعتقد أنه لا يمكن إجراء حوار طبيعي مع الجانب الأمريكي ولا بد من التعامل معه بقوة لكبح الاسترزازات الأمريكية في شبه جزيرة الكورية والمناطق المجاورة